موسيقى موجز الأخبار من قناة من القاهرة أهلا بكم يستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم بمطار القاهرة نظيره التونسي يوسف الشهد والذي يبدأ زيارة رسمية لمصر هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ويشهد إسماعيل رئيس الوزراء ونظره التونسي غدا جلسات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين هذا ويعقد اليوم منتدى الأعمال المصري التونسي بمشاركة ثمان عشرة شركة تونسية ويترأس أعماله كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة صحر نصر وعن الجانب التونسي وزير التجارة عمر البهي وفي السياق نفسه أعلن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الغد جاء القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بقصر قرطاج بعد التشاور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب المحمد النصر وشدد السبسي على أهمية عمل كل أجهزة الدولة على ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني الشامل وكعامل معزز لكافة أشكال الأمن قصفت مقاتلة التحالف العربي باليمن موقع الحوثيين في وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وأعلن مسؤولون يمنيون أن التحالف العربي بقيادة السعودية رفع الحظر الجوي عن مطاري عدن وسيؤون بحظر موت بعد أربعة أيام من قراره بالإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية لمراجعة الإجراءات الأمنية بهدف منع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بيان مشترك بشأن سوريا على توحيد الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابية وأكد البيان على أهمية مناطق خفض التصعيد في سوريا كإجراء مؤقت لحين التوصل لتسوية للأزمة وشدد الرئيسان على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين وذلك لتجنب أي حوادثة مستقبلية كما أكد الرئيسان الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وأنه لا حل عسكرية للصراع في سوريا كما حث البيان أضاف البيان أن كل أطراف الصراع السوري عليهم المشاركة بفاعلية في عملية السلام القادمة في جينيفا أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستشارك في المناورات التي ستقوم بها ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المحيط الهادي وذلك على خلفية الأزمة مع كوريا الشمالية هذا ومن المقرر أن تنشر ثلاث الحاملات طائراتها في المكان وذلك لأول مرة منذ عام 2007 كما من المقرر أن تقوم حاملات الطائرات الأمريكية خلال المناورات بتدريبات على الدفاعات الجوية والمراقبة البحرية والقتال الجوية الدفاعية أم هل الاتحاد الأوروبي بريطانيا أسبوعين لإبداء موقفها بشأن تسوية الالتزامات المالية قبل إتمام عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي وأوضح كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل جارني أن علامات التقدم في المفاوضات حتى الآن قليلة جدا ولا تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن مناقشة ملف التجارة مع بريطانيا أصيب ثلاثة طلاب صينيين بجروح أحدهم بحالة خطرة إثر قيام رجل بدهس المرة عمدا بسيارته أمس في بلدة بلانياك قرب مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا وأسند التحقيق إلى الشرطة القضائية وليس إلى أجهزة مكافحة الإرهاب هذا وتم إيقاف الجاني البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاما في المكان على الفور كما تبين أنه غير مصنف على لائحة الأشخاص الخطرين وقال مصدر في الشرطة الفرنسية أنه يتم تحقق من سجله النفسية رياضيا تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وذلك بعد الفوز على منافسه تليفونات بانيسويف بخماسية نظيفة وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد بيتروسبورت في الدور الثنين وثلاثين من عمر المسابقة أحرز الأهداف هشام محمد وعمر السلية ووليد أزارو وعماد متعب وأحمد حمدي انتهى موجز الأخبار من قناة من القاهرة إلى اللقاء